بناء على دعوة من الكابتن محمود الخطيب النهاردة كان فيه اجتماع مع اللجنة القانونية في النادي اجتماع ده كان النهاردة الصبح وكان بحضور عامري فاروق طبعاً نائب رئيس النادي الاهلي واللي تم توجيه الدعوة ليه لحضور نفس الاجتماع وده لدراسة قرار عدم اعتماد فوزه بمنصب نائب الرئيس بالتسكية في الانتخابات اللي جرت يوم الجمعة اللي فاتت وبعد مناقشة الموقف من كل الجوانب وانطلاقاً طبعاً من مبادئ النادي الراسخة بالتمسك سواء باللوائح أو القوانين عشان يحافظ على حقوق المشروعة تقرر قيام الوزير عامري فاروق باتخاذ كافة الخطوات اللي بيكفلها لي القانون بالطعن على القرار الصادر بعدم اعتماد فوزه بالتسكية على منصب نائب الرئيس بدعمه ومساندة كاملة من النادي الاهلي في كل ما يتاخده من اجراءات قانونية واحتراماً طبعاً في المقام الاول والاخير لقرار وارادة الجامعية العمومية نفات على الموضوع يمكن خمس ايام مشوفناش الحقيقة يمكن السبب منطقي أو قانوني يكون مبني على أساسه قرار الجهة الإدارية بعدم اعتماد فوز العامري فاروق قرار غير مفهوم وغير منطقي وفيه تحدي الحقيقة لأكبر كان رياضي في مصر وفيه تحدي الحقيقة للجامعية العمومية للنادي الاهلي اللي خدت قرارها بأغلبية صحيحة وصلت الـ 94% من نسبة الحضور باختيار عامري فاروق بناء على إجراءات تم مراجعتها من اللجنة القضائية وتم مراجعتها من الجهة الإدارية وتم اعتماد محضر الجامعية العمومية وبعاكها صدر قرار منافي للعقل والمنطق بدون أي تبرير أو بدون حتى ما يكون فيه عناء الرد والتوضيح للجامعية العمومية اللي هي صحبة الحق الأصيل الحقيقة في اتخاذ القرار ده